جداً إن إحنا نقدر ناخد ما يخص ميران النادي الأهلي في بعض اللعطات المهمة جداً طبعاً يعني الجماهير وحاشها بالتأكيد إنها تشوف ميران النادي الأهلي الجماهير وحاشها إنها تشوف لعيب النادي الأهلي التتش بقى وده أحمد عبدالقادر في ظهور ليه بقى بعد العودة للتدريبات كان تعرض لإصابة كده يعني حرامكم المشاركة في المدينة يعني خلاص هو لا بس عجبني عجبني الحالة يعني اللي هو فيها وطبعاً يعني شفنا محمد شريف كان حضر تدريبات الناس قيت لك رسمي في الوقرة الأمس يا فارس من شهري والله ما انت عارب بقى بتدرب مع الأهل إزاي لا طبعاً الناس قيت لك محمد شريف في الزمالك من بداية طبعاً أنا عايز أقول لك حاجة بمناسبة الحاجات دي شفت كتير جداً من الناس اللي كانت بتقول لك عمر كمان رسمياً في النادي الأهلي عمر كمان انتهت كلام ده من شهر ونص أقول لك أنا من شهر ومن أسبوعين ومن ثلاث أسابيع أقول لك صفقة عمر كمان خلصت وعمر كمان أهلاوي الفكرة انه هو بيراهن على ان كل الناس كانت قيلة كده كده الصفقة هتخلص بس وقت ما انت كنت بتقول الخبر كنت بتكلم الناس في فيوتشر يقول لك فارس مفيش حاجة لحد دلوقتي تمت وفيه مفاوضات على العباء بدليل ان صلاح محسن كان جزء من الصفقة وتم مبادلته بلعبين آخرين الناس في النادي الأهلي إلى الآن مفيش حاجة ولسه فيه مفاوضات فلما بقى الصفقة تخلص وكلنا عارفيني ان هي كانت تخلص أقول لك طب ما أنا أقول لكم تمت وقتها معجبكوش الكلام القصة دي تحس ان يعني عارف عارف ده حتى بديه فيها كان فيه دكتور وليد ده بس يعني اللي هو رئيس نادي يا رجل ده طالعنا فيه دكتور وليد ده بس بيقول لك هي خلصانة بس بس بيقول كده بالضبط فاللي هي كله كان عارف ان الصفقة هتنتهي بس هتنتهي بأي شكل طبعا هنا ده تاني ظهور لا ممكن أول ظهور في برنامجنا آه ماشي انتوا ما احنا بنتكلم بالمرنامج أفشل طبعا كالعادة يلا بقى شوية أسستات كده بس يلعب أفشل أول فيعني طبعا يعني نتمنى والله فكرة أنه فعلا يكون مفقل إن اللي قالي بنفعل كان محتاج نهاج ديني ماركي قال لي كالسوه ما بتكلمش عربي وبقاله ربع ساعة بيرغي معافش ما يمكن قافش هو اللي بتكلم لا يعني كان اللغة اللي اتنين بيتكلموا يعني طبعا أكرم أكرم توفيق يعني فيه لعيبة يعني كان الإصابة الحقيقة حرمتها من أنها تكون متواجدة في أمم أفريقيا في الوقت الحالي يعني أكيد أكيد من ضمنهم أكرم توفيق يعني الحقيقة أكرم كان أحد أهم أوراق المنتخب الرابحة يعني ولكن طبعا بنتمناله العودة لمستوى سريعا وأعتقد المنافسة فارسة تبقى شارسة جدا في الفترة القادمة ولكن احنا محتاجين ده احنا محتاجين التنوع ده محتاجين يكون العمق ده موجود في القائمة محتاجين يكون عندك الأساسي زي البديل لأنه هي دي قيمة الفرق ودي اللي بتجيب بطولات خاصة أن انت عندك ضغط مباريات رهيب